موسيقى مكنة الوافل من ميانتا استخدمناها كتير زي ما قلت لكم بالموسم الثاني والنهاردة قاعدين منحضر الوافل فينجرز بنكهة اللمون وحنعمل 2 ديبنج صوصيز حنعمل واحد الايسينج العادي اللي منحطه على كيكة اللمون وواحد كريم تشيز ديبنج تعالوا اول حاجة انا بس اكمل تقطيع دي وده بيبقى حلوة قوي بورتي بلاتر كده هتشوفه هنرصه بطريقة حلوة انا محضرة العجينة نفسها اللي اشتغلت بيها وحنعملها مع بعض عندنا هنا الوافل ميكر هنرشلها بس راشة سفري نونستيك وناخد خليط الوافل اللي هنحضره حالا مع بعض ونحط كمية من خليط ما نكترش بس علشان ما تطلعش من المكنة لانه فيها بيكينج باودر وحتى لما بيلزقوا بعض كده كده احنا بنقدر فيه بينهم فواصل انه نقطعهم بكل بساطة بنقفل عليهم كده ومكنة الوافل بتعمل الماجيك هتسويهم ويطلعوا زي اللي انتوا شايفينهم هنا طيب احنا هنحط هنا طبقين وحنرص حواليهم الوافل اللي استووا وقطعناهم طبعا خلطة الوافل دي خلطة تقليدية بس هنضيف عليها النهاردة بدل الفانيلا نكهة اللمون فانتوا دي الخلطة لو انتوا مش عايزين تعملوها باللمون دي خلطة الوافل اللي بتطلع كده بصوا شبه الكيك لذيذة وبسيطة وشهية وممكن تتحطلها زبدة عسل ميبل سيرب اي حاجة شايفين هشة وخفيفة فهي كيك يعتبر سريع هنعمل البلاتر اهو بشكل لذيذ من حاجات بسيطة احنا عندنا على فكرة جالنا الضيوف بسرعة وعندنا يعني وافل ميكر وعندنا بيد ولبن زي ما تشوفوا يعني حليب دقيق لمون فانيلا اللي انتوا عايزين انا عندي النهاردة بشر لمون واللمون تعالوا سريعا نعمل السوسس بعدين نعمل الخلطة نعمل الايسنج الايسنج العادي اللي بتحط على الكيكة هو عبارة عن سكر بودرة هنحط له عصير اللمون وبيدوب بسرعة على فكرة السكر بيدوب في السوائل بسرعة فما تضيفوش سوائل كتير بصوا اهو خلاص قلبته نضيف الحليب لانه اكيد اللمون نكيته كتير لو زودنا كل كمية السائل لمون نقلبه انفولا حليب ولمون واللبن الحليب بيكسر حدة اللمون شوية فده اول سوس هنستخدمه دي بينج سوس هنحطه في الطبق هنا في النص اهو مصروا شايفين كمية السكر البودرة تحولت لإيه داب على طول وحاقولكم تعمه حالة تحفى تحفى تعم اللمون طيب هنيجي هنا دلوقتي على السوس التاني عندي جبنة كريمة اللي مستخدمها للشيز كيك هنضربها الأول لوحدها بسرعة بس علشان يبقى قوامها كده سموذ اوكي هستخدم الفيوجن هند بلندر من ميانتا هحط لها شوية سكر بودرة عشان السكر المحبب العادي الأبيض مش هيدوب لانو مفيش حرارة هنا بس خلصنا بكل بساطة دلوقتي منخفها بايه منخفها بشوية ويبين كريم يعني كريمة قتل الخفق العادية اهي ومنقلبها اهي منقلبها كويس عشان يبقى قوامة ديبينج سوس خفيف طيب ما حتى النهاش نكهة اللمون هنضيف لمون و هنضيف بشر اللمون كمان اهو هنقلب نقلب فكده طعمها زي الكريم آه سوري التشيز كيك باللمون هنضيف الخليط ده هنا و ادي تاني دب شايفين سهل ازاي متعن كمان تعالوا نبص على الوافل انا عايزة وريكم قد ايه هش يعني لو كاميرا جايبا شايفين القطع اللي هنا دي خطيرة احنا حنقفل عليه شوية دلوقتي عشان ياخد لون حلو و نعمل مع بعض طعموا يجنن نعمل مع بعض خلطة الوافل عندي هنا كبايتين دقيق دي خلطة الوافل البايسيك هنحط لها ربع كباية سكر بيتين احفظوها و الوصفة دايما مكتوبة على اليوتيوب و دي انتوا ممكن تبتكروا فيها الفليفر اللي انتوا حابينه اذا حطينا كبايتين دقيق ربع كباية سكر بيتين كباية ونص حليب و نص كباية زبدة سايحة او زيت زي ما بتحبو اهو احنا مسايحنا و هنحط البايكين باودر تلت معالق صغيرة واحد اتنين تلتة ولا اسهل من الوصفة دي طبعا رشة الملح اللي بتوزن و النهاردة قولنا بمكهة اللمون هضيف كمية بشر اللمون دي بدل الفانيلا دايما منستخدم الفانيلا علشان تضيع زفارة البيض هنا احنا هنستخدم اللمون ما انه الوصفة كولزفور لمن فليبر نكهة اللمون هقلب كويس اهو نخلطها كويس جدا و زي ما شفتوا هي دي نفس الخليط اللي استخدمته في اول الساجمنت حطيته جوه الوافل ميكر نقلبه كويس 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 وده القوام بتاعه طبعا نقلبه كويس جدا نروحه كل الكلاكية تعالوا احنا نحط دا دلوقتي على جنب حضرت لكم الخليط علشان يبقى جاهز خلال الحلقة بصوا اللون بصوا انا عايز اقطعها لكم من جوه وتشوفوا الهشاشة بصوا خفيفة ازاي خفيفة جدا جدا هي لسه محتاجة كمان شوية سوا بس اللونها رائع هشة جدا هنقطعها صوابع شوفتوني انا بقطعها كده صوابع دلوقتي هاتوا نعمل لمون زاست نعمل بشري لمون كده حلو نحطه على وش الايسينج يدينا برضه كده ويدينا اي حق انه فيها لمون عشان نعرف انه الوصفة دي وصفة لمون ايسين اوكي بديكم نزوّقها بشكل حلو كمان انا عندي ورد حطيته في مكان العين وتأكله قبل الفم هاتوا نزوّقها بشكل حل اي رأيكم بالأوركيدز الحلوة دي نوزعها هنا بشكل لذيز طبق يعني انت عمل بايه؟ شوفنا احنا مكونات المطبخ اللي موجودة بكل بيت اللي هي البيض ودقيق وسكر ولمون حطينا حليب وخلاص فعملنا وصفة شهية ولذيزة من ولا حاجة بس انا شايفة انه برضه عشان نعرف انه فيها لمون احنا ممكن نعمل كده خدت وقت قد ايه تقريبا يا جماعة بالوافل ميكر كنترول اربع دقايق يعني من اسرع الوصفات اللي ممكن تتحضر في وجود اي ضيف الصبح ولادنا حابين يأكلوا حاجة حلوة ومش عايزين مش قادرين نخرج ونروح خليهم هنا نروح مكان الصبح ناكل وافل وبانكيك احنا كده تعالوا نختمها احنا كده عملنا ايه؟ عملنا احلى وافلز شايفين اهو بكل بساطة عشان نبقى عملنا الوصفة كلها من الالف الى الياء هنقطعهم نضيفهم هنا على الطبق وعملنا بلاتر ولأحلقت منا حلقة النهاردة تكون عجبتكم الوصفات شهية وبسيطة ولذيذة وفيها سنة ابتكار يعني هي يمكن وصفة السجوء اللي هي تقليدية ودايما بتتعامل بس الشربة والوافلز بالشكل ده حاجة جديدة دايما نحب نجيب لكم كل حاجة جديدة وحلوة نكون معاكم يوم بيوم نزهق من الاكل التقليدي نغير نزهق من الاكل العالمي نعمل الاكل مصري عربي احنا مميشوا معاكم دايما بحبكم اشوفكم بكرة بحلقة جديدة باي اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة